في عام 1990 ولد الطفل الامريكي أليكزاندر لأبوين مسيحيين وقررت أمه منذ البداية أن تتركه ليختار دينه بنفسه فعندما بلغ عمره ست سنوات أحضرت له كتبا دينية في شتى الأديان وبعد قراءة متفحصة أعلن إسلامه وعمره ثماني سنوات بل وتعلم كل شيء عن أركان الإسلام والإيمان كما حفظ كثيرا من القرآن الكريم وعرف الكثير من الأحكام الشرعية دون أن يلتقي بمسلم واحد وسمى نفسه محمد عبد الله تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي طالما أحبه استضافته أحد القنوات الإسلامية وكان بصحبة والدته وكان مقدم البرامج يستعد لإلقاء الأسئلة على الصغير ولكنه فوجئ بمحمد هو الذي يسأله كيف يمكنني أداء الحج والعمره؟ هل الرحلة مكلفة؟ من أين أشتري ملابس الإحرام؟ وعده المذيع بالإجابة على أسئلته بعد انتهاء الحلقة مباشرة وأثناء اللقاء علم المذيع من المسلم الصغير أنه كان مشهورا في مدرسته فحينما كان يأتي موعد الصلاة كان يقف وحده ويؤذن ثم يقيم الصلاة وحده فسأله المذيع هل قابلتك مشاكل أو مضايقات في ذلك؟ فأجاب بحسرة في بعض الأحيان كانت تفوتني بعض الصلوات بسبب عدم معرفة بالأوقات ثم سأله ما الذي جذبك إلى الإسلام؟ فأجاب كل الأسئلة التي كانت تدور في عقلي وتتعبني لم أجد إجابة مقنعة ومفصلة لها إلا في الإسلام ووجدت أنني كلما قرأت عنه أكثر أحببته أكثر كما أن وصف الله عند المسلمين أبهرني وجعلني أختار الإسلام سأله المذيع ما هي أمنياتك؟ فأجابه الصغير في لهفة لدي أمنيتان الأولى أن أصبح كاتبا أو مصورا لأنقل الصورة الصحيحة عن المسلمين تؤلمني كثيرا أفلام أمريكا القذرة التي تشوه صورة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم والثانية أتمنى أن أذهب إلى مكة المكرمة وأقبل الحجر الأسود هنا تدخلت أمه المسيحية قائلة تمتلئ حجرته في منزلنا بصور كعبة المسلمين ولقد ادخر من مصروفه الأسبوعي ثلاثمائة دولار ليزورها ويعتقد الناس أن ما يفعله محمد هو نوع من المغامرة ولكن ولدي لديه إيمان حقيقي لا يشعر به الآخرون ثم سأله المذيع هل صمت رمضان؟ فأجاب محمد نعم صمت العام الماضي وتحداني والدي بأنني لن أستطيع ولكنه ذهل عندما فعلت ذلك سأله المذيع هل تأكل مع والديك لحم الخنزير؟ فأجاب الخنزير حيوان قذر جدا أنا لا أكله ولا أعرف كيف يأكله الناس سأله المذيع هل تصلي في المدرسة؟ فأجاب نعم وقد اكتشفت مكانا سريا في المكتبة أصلي فيه كل يوم وأثناء الحديث حان وقت صلاة المغرب فنظر محمد إلى المذيع قائلا هل تسمح لي بالأذان؟ ثم قام وأذن في الوقت الذي غرورقت فيه عين المذيع والعاملين بالدموع وبعد صلاة المغرب فاجأ المذيع محمدا بتسليمه دعوة مجانية مفتوحة للحج والعمرة في العام الذي يناسبه فبكى من فرحته بالمفاجأة التي حلم بها وتمناها كثيرا